تمت المهمة بنجاح وجرى تدمير مخيم اليارموك وتهجير سكانه ما يعني بالضرورة بحسب عرف ميليشيا أسد التخلص من أكبر عدد ممكن من عناصر الميليشيات الفلسطينية التي ساندته في معركته على مدى سنوات هناك وهذا ما حصل فعلا الميليشيات الفلسطينية باشرت منذ أشهر بتسريح العشرات من كوادرها المقاتلة مع النظام وقطعت رواتبهم دون سابق انذار مكتفية بالاحتفاظ بعدد قليل منهم في نقاط معينة داخل مخيم اليارموك مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا التي كشفت هذه المعلومات أوضحت أن أسباب التسريح تعود بالمقام الأول لانعدام الحاجة العسكرية لهذا العدد الكبير من الميليشيات التي يقدر عددها بالآلاف ناهيك عن ضعف التمويل الذي تتلقاه هذه الميليشيات التابعة لحركة فلسطين حرة وفتح الانتفاضة ومنظمة الصاعقة بالإضافة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تأتي على رأس الميليشيات المقاتلة إلى جانب ميليشيا أسد المشكلة تكمن بحسب المجموعة في نقمة العناصر التي لحقها التسريح على قادتهم خاصة وأنهم تركوا لمصيرهم دون تعويضات مالية كما أن كثيرا منهم سرح من خدمته بعد خسارته لطرف أو محملا بعاهة جسدية لن يغطيها تأمين صحي وستمنعه من ممارسة عمل يعيل به أسرته مستقبلا وفي المقابل تتحدث مجموعة العمل نفسها عن أكثر من 3800 قتيل فلسطيني ممن لجأوا إلى سوريا قضوا بقذائف النظام أو تعذيبا في سجونه منذ بداية الثورة حتى الآن 195 منهم قتلوا خلال العام الجاري وحده للأسباب ذاتها تضاف لها شدة الحصار التي عان منها فلسطيني مخيم اليرموك على مدى سنوات ترجمة نانسي قنقر